استدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرة البريطانية لدى روسيا ديبورا برونيت بشأن دخول المدمرة البريطانية HMS Defender إلى المياه الإقليمية الروسية من المعلوم أن برونيت غادرت بعد نحو 35 دقيقة وزارة الخارجية الروسية ولم تعلق بأي تصريح ووضحت وزارة الخارجية الروسية في إعلانها أن روسيا احتجت بشدة على انتهاك سفينة حربية بريطانية المياه الإقليمية الروسية وقيامها بأعمال استفزازية وخطيرة وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف في نفس اليوم أن تصرفات المدمرة البريطانية في البحر الأسود كانت استفزازية متعمدة وغير مقبولة وتتعرض مع القانون الدولي كما أشار نائبه رئيس مجلس الاتحاد الروسي كوستانتين كوساتشيف إلى أن تصرفات بريطانيا الاستفزازية تهدف إلى التغطية على نتائج الاجتماع بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة وتولي روسيا اهتماما وثيقا للرد الأمريكي لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم السلوك البريطاني الاستفزازي أو روح الاجتماع بين رئيسي البلدين ترجمة نانسي قنقر